السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبه بكم في قناتكم جواهر وفيديو جديد اليوم ان شاء الله كيف بليكم جيت نشارك معاكم واحد الكيك المعتمد عندي يعني هو اقتصادي والمقادر كما العدم توفره في كل منزل اذا كيف تبليكم عندنا ثلاثة ديال البيضاس يعني يخصهم يكونوا كيف تقولوا دائما بحرارة المطبخ باش يجي لكيك ناجح معانا قبزة ديال الملح كاس ديال الزيت كاس ديال الحليب ثلاثة الكيسان ديال بقيق او حسب الخليط كاس ونس ديال سكر سنيدة مبشور البرتقال واحد فاني وثلاثة الخمارات اذا نبدو على بركة الله يعني الطريقة هي سهلة ما فيهاش حتيش حاجة صعيبة اه تناخدوا البول ديالنا تنديروا فيه قبيصة ديال الملح من بعد كنديرو تنديرو هادو كتلسة ديال البيضاس يعني كيف تنقولوا باش يجي لكيك ناجح معانا من احسن كنو مخرجينهم من تلاجة يعني قبل بواحد المدة من بعد كنديفو سكر سنيدة يعني كيف قلنا يا اما تنديرو كاسونس اللي كيبغي الحلاوارة هيقدر يزيد اللي كيبغيها قل كيبغي ناقص من سكر راتين ناقص يعني السنيدة كتبقى دائما حسب الرغبة ديال كل واحد ثم بالالاقبا ديال نسمة يعني كنزيدو ذاكن مبشور ديال بورتقال كتجي واحد نسمة فيه زوينه انا كتعجبني بمبشور ديال بورتقال وكنزيد واحد صاشي ديال فاني نضيف الحليب مع التحريك المستمر نضيف الحليب مع التحريك المستمر نضيف الحليب مع التحريك المستمر يجب عليهم دائما في المرحلة الأخيرة لا تدقى واحدة تقريبا كثير من نص و تنبقوا عندنا ميزان سافي كان اغرب الدقيق سافي في المرحلة الأولى سوف نخلطها يدويا لا يبقى يضطر علينا دقيق و ممكن نكسافي بغرب الخلاط اليدوي في هذه الحالة كاملة هنا كتبالية مزال خفيفة سوف نزيد شوية الفرس لا نضيفه كامل سافي في هذه العملية في هذه المرحلة أفون نخلط غير واحدة شوية سوف نتزج العناصر سوف نخلط البيض سوف نزيد شوية كامل سوف نزيد شوية و دابة سالية هاد العملية نجيب شي سباتيولا كامل لطيح دقيق جناب و تتخلط لها كل شي مزيان يعني بعض المرات يبقى داك الدقيق لاصق لنا في دك الجناب سافي نحاول نطيح نضيف الكاكاو نقص الخليط في زلافة صغيرة و نضيف الكاكاو نحاول نخلط نضيف الكاكاو نضيف كم سافي على هاد الشكل. في هاد الاثناء انا سنكون فيتلي مجد داك المول دياننا يعني فاش ما بغيتوه مول دائري ولا داكلي في تقبا الواسط ولا مول طويل ولا المهم على حسب اي مول اي مول كتف سافي قلنا كندهنو بشوية ديال الزبدة ولا الزيت لما كانش الزبدة كنديرو الزيت وكنرشوه بشوية ديال دقيق سافيو كنديرو فيه الخالط ديالنا يعني سنديرو ديال كنديرو حت شوية ديال الخالط الابيض ثم كنحاولو نوزع لي داك الخالط اللي فيه الكاكاو وكنديرو ما تبقى من من الخالط الابيض سافي تندخلوه الفرن اه على عافية مهيلة من الاحسن هادك المول اما كنحطوه تحت منو شي مقلة تقيلة لكن مول خفيف كنديرو تحت منو شي مقلة تقيلة ولا شي طابة ولا شي حاجة اه سافي كيف قلنا العافية تكون مهيلة وكنخليو تقريبا ما بين 30 حتى 45 دقيقة يعني كنردو مع هالبال كل واحد الفرن ديالو كيف كي طيب يعني غيك ان تكون عافية مهيلة لو ما كان حلوش عليه حتى كي بلينا اه طلع مزيان يعني حتى كنحسو بالخالط طلع كيف مما بغيناه وتكي تكي بدات يتحمر مزيان عاد باش نقدرو نحلو باش نشعلو عليهم من الفوق يعني المهم مرحلة مهمة انا ما كنحلوش على الكيك صافي يعني كيف تبال لكم انا هنا خليت لانا درت غير طبق اجوش ديال جيد الطبقات والنتيجة ها هي كيف تتشوفو يعني تجي الكيكا اسفنجية بامتياز كيف تبال لكم ها هي جات طال عم زيان وغير بثلاثة البيضات فقط كنتمنى ان شاء الله تجربوا هاد الوصفة والناس الجداد لي عندي في القناة كنقول لكم الف مرحبه بكم وكنتمنى تدعموني بالاشتراكات ديالكم وبالتعاليق وباللايك لتي خلوني نزيد القدام والان ما بقى لي الا نودعكم تمنى تكونوا في امان الله وحفظه والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة